اشتركوا في القناة احنا كنا في الثالثة سنة واخدين ان عظم الانسان بيتكون عظم الانسان البالغ بيتكون من 200.6 عظمة تماما وبيتكون من هيكل عظمي محوري وهيكل عظمي طرفي كان المحوري 80 عظمة 80 من المتين وستة وبقى المتين وستة دول اللي هما الطرفي طيب ايه هو الهيكل العظمي المحوري الكلام ده مش مهم بالنسبة لك يعناتهم يا اوي ولكن بسيط عشان افكركم به الكلام ده احنا اصلا خدناه في ثلاثة سنوية ولكن انا حب افكرك به بس عشان ممكن يساعدك بعدين انك تفتكر حاجات تانية فالهيكل العظمي المحوري يلي هو بعضою عن الاسكال والفرتيبري هو سكلة وفرتبري سكلة هي الجمجمة والفرتبري هو العمود الفقري هذه هيكل العظمي المحوري ما هو الطرفي؟ الطرفي هو الباقي هو الدراعات الهواتف امامها منطقة دراع والرجلين من تحت كلها انا بقول لك بس بمصطلحات بسيطة اللي هو الطرف السفلي الطرف السفلي ده كله والاطراف العلوية ده اللي هو الجهاز او الهيكل العزمي الطرفي تمام ده اللي هو الهيكل العزمي الطرفي المحوري عبارة عن الاسكال والعمود الفقري وهم الدعام الاساسي للجسم اما الطرفي ده اللي هو بيساعدنا في الحركات اللي بيعملها الجسم تمام ده مقدمة بسيطة جدا يمكن مش هتفرم معنا كتير في الحاجات الجاية ولكن كان المفروض ان احنا نقولها طيب ايه انواع البونز انواع البونز برضو انا كنا اخدينها فاكر لما كنا بنقول اعظام اللي هي المدببة ومفلطحة وعظام قصيرة وعظام طويلة او نفس الوضع برضو واسب الانجليزي يعني عندك لونج بون عندك الانواع عندك اول حاجة لونج بون عندك بعد كده الشورت عندك عندك بعد الشورت عندك الفلات وبعد كده عندك الاريجيولر الاريجيولر يعني العظام الغير منتظمة الترجمة حرفية فعندك اربع انواع للعظم اللونج بونز اللي هي العظام الطويلة اللي هي العظام القصيرة فلات اللي هي المدببة تمام اللي هي العظام المدببة والمسطحة واخر نوع اللي هو الاريجيولر مثال على لونج بونز زي عظمة اللي هيوميرس تعتبر لونج بونز والذي العظام دي بتتتسم بالنها ايه؟ بتتتسم بالنها سن و لونج يعني هي طويلة وى حد ما مفيع الشورت بونز هي العظام القصيرة اللي عندنا في الجسم زي لو بسيط في الميتاترسل اللي هي عظم الايد والميتا كاربن اللي هي من تحت طيب الفلات الفلات زي ايه؟ الفلات عندك لو رجعنا من ورا الفلات اللي هي المسطحة زي السكابيولة اللي هي عظم طلوح الكتف زي عظم الجمجمة الملتاح مدمع بعضيه احنا قلنا هنا مفيش مفاصل هي بتبقى انتحامات بس في عظم الجمجمة فده برضو يعتبر عظام مسطحة او فلات تمام؟ عندك اخر حاجة اللي هي الاريجيولر بونز ودي زي اللي في الفرتيبري اللي هي فقرات العمود الفقري دي كده كانت مقدمة سريعة عن البونز يلا بقى ندخل على البونز طيب قبل ما نبدأ بشرح البونز حابين بس نوضح حاجة هتساعدنا بعدين كتير جدا هتساعدنا بعدين اللي هي دورة حياة الانسان وحركة الانسان دايما بنشبهها بجملة تمام؟ الجملة ليه؟ الجملة بتتكون من فعل خط كروك كده بس عشان نوضح الفكرة زائد فاعل زائد مفعول به تكوين الجملة تكوين جملة عربية بقى جملة انجليزية ده تكوين الجملة فعل وفاعل ومفعول به طيب اه التشبيه ده او ايه الغرض من التشبيه ده بالذات؟ الغرض من التشبيه ده ان حركة الانسان هي فعل تمام؟ طب مين الفاعل؟ مين اللي سبب حركة الانسان؟ اللي سبب حركة الانسان اللي هي العضلات ازاي ده؟ احنا كل حركتنا اصلا بتعتمد على العضلات كل حركتنا حركة ايديك حركة رجليك الماشي طلوع السلم نزول السلم اه انك تشيل حاجة من على الارض انك اه تمرينة كله بيعتمد على العضلات فانت اللي محركك واللي مدقك القوام بتاعك هو العضلات تمام؟ فهي العضلات هي الفاعل اللي بيحركنا الفاعل اللي هو الحركة الفاعل زي ما قلنا اللي هو الحركة فاعل هذا tip핫 كيف هو المفاول به sampai lists هم Soziale الضatal وك 다음 Here's Tu بيتحرك فبيولد الفعل اللي هي الحركة اللي بيتحرك هو المفاصل وإنت طالع وإنت نازل عندك مفصل الركبة بيتفرد عندك أناما أكلمك باللغة العامية أنت لسه ما خدتش أية حاجة ف probأي كلمك باللغة العامية عندك مفصل الركبة عندك آآ مفصل الكاحل معرفش يسمعها او العربي بس عندك مفصل القاحل عندك اللي هو الذي هو مفصل كحيل. عندك الههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه لما اشتغلت عملت الحركة. اتفهمت الفاعل عندنا اللي هو الحركة. ان احنا بنتحرك وبنعمل عنشطة اليومية بتاعتنا. الفاعل اللي هي العضلات. العضلات هي اللي بتخلينا نعمل ده كله. بتخلينا نعمل ده كله عن طريق ايه? عن طريق المفاصل. المفاصل اللي بتدينا حرية الحركة. في مفصل بقى في اتجاه واحد. كنا اخدينها في تلتة سنة ومفصل في اتجاه واحد. مفصل في كزا اتجاه. مفصل واسع. الحركة مفصل محدود الحركة. اللي بيحدد حركة المفاصل دي كلها. اللي هي العضلات. العضلات هي اللي بتساعد في حركتها. عن طريق زي ما قلنا وهنقول بعدين في المصطلحات. اللي هو المنشأ. دي برضو آآ تعبيرات حابين برضو نوضحها قبل ما نبدأ. زي ما قلنا اللي هو اللي هو المنشأ. منشأ العضلة. تمام? اللي هي العضلة طلعة من فين? تمام? الانسيرشن. انسيرشن يعني العضلة تنتهي فين? او المسلز بتنتهي فين? ده المكان اللي المسلز بتنتهي فيه. يبقى العضلة المنشأ بتاع العضلة اللي هو الارجن والمكان اللي بتنتهي عنده العضلة اللي هو الانسيرشن. طيب. اه حابين برضو نوضح شوية مصطلحات قبل ما ندخل في في العضل. زي ما قلنا اول حاجة الارجن اللي هو منشأ العضلة. العضلة مسلا البايسبس. هنقول طالعة من فين في مكانها بالزبط. العضلة بتبقى طبعا مسكة في عضمة. يعني العضل. العضلة بتبقى مسكة في العضم. تمام? طب مسكة في العضم عن طريق ايه? فاكر في الثالث سنوي كان عندنا الوطر وعندنا الرباط. صح? الرباط الصليبي. والرباط الجانبي. انت فاكر اكيد الحاجات دي. ايه الفرق ما بين الرباط والوطر? انت برضو اكيد فاكر. دي كلها معلومات قديمة. الرباط. او الليجامنت. خلينا بقى ندخل في المصطلحات بقى هي المصطلحات اللي عنشتغل بيها. الرباط. اللي هو وده اختصار بس عشان الكلمة طويلة. اما الوطر. اللي هو الرباط اللي هو الرباط اللي هو الوطر اللي هو الوطر اللي هو ماذا تكون الأساسيات أول باول؟ الرباط وهي الجميل والوتر وهي التندون هذا الرباط يربط بين العظمه و عظمه يربط بين عظمه و عظمه دعي الهيكل هنا أعود ال ling mình بين عظمه و عظمه يعني بين عظمتين تندون ما بين عظمه زائد عضلة. ازاي? هقول لك انا ازاي? خلينا نيجي هنا. نجيب عضلة كده. ولي اكون عايزين البيسيبس. عشان البيسيبس مشهورة جدا. فعايزين البيسيبس هنيجع هنا عند البيسيبس. دي عضلة البيسيبس. اهي. دي البيسيبس. دي البيسيبس. دي عضلة من العضلات. تمام? اللي بيربط العضلة بالعضل اهو زي ما شايفين ان ده يعني لما وضحنا الارجن والانسيرشن ده كان التعريف بتاعي. اللي هو ايه? الارجن اللي هو المكان اللي طالع منه العضلة. زي ما شايفين العضلة طالع من هنا. طب بتنتهي فين? اهي العضلة زي ما شايفين. طالع من هنا. بننزل تحت. اهي. العضلة بتنتهي هنا. دي الحتة اللي بتنتهي فيها العضلة. دي الانسيرشن. المكان اللي بتطلع من العضلة. والانسيرشن. المكان اللي بتنتهي في العضلة. طب. ايه اللي بيربط ما بين العضلة والعضمة? اللي هو الحتة دي. الحتة دي هي الحتة دي. مقصود بيها نهاية العضلة, هذه هي الوطر اللي هي بتربط مع بين العضلة والعضماء. تمام؟ بتبصód عضلة اللحم العضلات هي اللحمة اللحمة الحامرة. بتشبيه البلدي كده حتى وانت بتاكن الفراخ يعني ده ابسط وتشبيه وانت بتاكن الفراخ بتلاحز اني المثلا لو الدكتبوس هتلاقي اني بتاكل حادة اللحمة وفيه حاجة بتشد في الاخر لزق في العظمة ده التندن بتاع حادة اللحمة اللي هي العضلة التندن اللي رابط ما بين العضلة والعظمة تمام فده الفرق كان ما بين الليجامنت والتندن فرق بسيط وحاجة بسيطة بس كونا حبيين لوضحها تمام كده نبقى عرفنا التندن والليجامنت وعرفن يعني denim working inspection المكان ال asked منه العضلة والمكان اللي دخل فيه العضلة. كده احنا عرفناهم. ندخل بقى على العظم. عايزين ندخل على البونز. هنتكلم الاول على البونز بتاعة الابرلمب. تمام? هنتكلم على البونز بتاعة الابرلمب. وبعد كده هندخل على البونز فيتشارز. تمام? يعني البون فيتشارز. البون فيتشارز اللي هي التفاصيل اللي بتبقى على العظمة. لان انت بتبقى فاكر ان العظمة هي عظمة كده وخلاص. مثلا عظمة العضض اللي هي الهيوميروس هي عظمة بس العظمة دي انت محتاج تعرف تفاصيل كتير عنها ازاي ان احنا مثلا لو جينا العظمة كده نفصلها على جنب عظمة الهيوميروس هنلاقي اني شايفين كل الاجزاء اللي بألوان دي كل الاجزاء الملونة دي كل الاجزاء الملونة دي عبارة عن اسماء ولاند ماركس او علامات يعني علامات موجودة على العظمة لازم تتحفظ تمام و احنا هنقولها نحفظها ازاي بعدين كل جزء على العظمة ليه اسم مختلف وبنميز منه لاني مثلا بعدين زي ما قلنا فيه اورجان و انسرشل العضلة مثلا الحتة دي مثلا الحتة دي اللي هي او تفعل النطقين مش مهم يعني النطق بالنسبة لنا اهم حاجة بس تعرف تكتب وتبقى فاهم انت بتقول ايه وتبقى فاهم الاماكن النطق ده بقى يعني حاول تقويه بس حاجة مش مهمة او حاجة مش محورية عندنا فاتيجي هنا مسلا هنقول ان في عضلة طلع مسلا اناmn اشار ايها beliral بس هنقول مسلا في عضلة مسلا طلع من الجزء ده فانت لازم تبدأ عارف المكان دا على عظمة نفسها اسمه هي العظمة كلها اللي هي أيfe العظمة كلها اللي هي عظمة العصد ولكن الحتة دي على العظمة اسمها ف Fortune دي بقى هناخدها في الفيديو جاي بس احنا النهرده نتكلم عن البونز البونز بس اللي هي البونز بتاعت الابر لمب. خلينا نشيل العضلات دي. ونتكلم على البونز بتاعة الابر لمب. الابر لمب عمتاً بيتكون. عندنا اول حاجة في الابر لمب. اللي هو او مفصل الكتف. مفصل الكتف زي ما شايفين حضراتكم. ده مفصل الكتف. تمام? عندنا كم مفصل في الابر لمب? عندنا تلات مفاصلة نتكلم عنهم بعدين. الحتة دي كلها اسمها شولدر جيردل. المكان ده كله. الالتحام ده كله. شايفين الالتحام ده كله? اسموه شولدر جيردل. شولدر جيردل يعني ايه? شولدر جيردل ده آآ ميكس ما بين آآ الالتحام بتاعة التلات عضمات بتوع هنشرح ده كله بعدين بس انا احب اوضح لك هو ليه اسمو شولدر جيردل شولدر 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 جيردل معناها ان في اكتر من جوينت في في المنطقة دي. فعشان كده انا مرضيتش اقول لك ان ده جوينت واحد. لا هو في اكتر من جوينت. في عندنا الشولدر جوينت الشولدر جوينت وغير الشولدر جيردل. الشولدر جيردل ده عبارة عن كومبلكس او مركب ما بين آآ مفصل واثنين وتلاتة. تمام? في اكتر من مفصل هنا وهنتكلم عنهم بعدين. بالتفصيل. بس احنا دلوقتي بنوضح الفرق ما بين الشولدر والشولدر جيردل. الشولدر جوينت اللي هو آآ مفصل الكتف. وده بيبقى ما بين عضمتين برضو. هنتكلم على كل التفاصيل دي. مش حاب برضو ادخل الازود في الحتة دي. بس حاب نعرف ان عندنا كام جوينت هنا. عندنا اول حاجة الشولدر جيردل. وبعد كده هندخل على الالبو. مفصل الالبو او اللي هو مفصل الكوع. تمام? الالبو جينت. اللي هو مفصل الكوع. تمام? وبعد كده هندخل على المفاصل بتاعت الهاند بقى. ومفاصل الرست. تمام? وكل ده هنتكلم عنه بالتفصيل. فيلا بقى ندخل على البونز افزا ابرلمب. ايه يا البونز بتات الابرل Bilb. بشكل اساسي تلتة عضمات مهمين جدا هما اللي بيعملو لنا الالاتحان بتاع الابرلنب او هما يعتبر الابر المب عندنا. الاتة عضمات اساسيين. اللي هما. هي عضمة لوح الكتف. اه عضمة لوح الكتف. عندك تاني عضمة اللي هي اللي هي اللي هي اللي طو الخوة بالشكل دا. دو شكلها. دا شكل تمام? عندك ثلاثة عضمة اللي هي او عضمة العضض. عندك اللي هي نوح الكتف. اللي هي عضمة الطرقوة. وعندك عندك بعد كده لو نزلنا عند الساعد. احنا كنا واخدين سواني بس. هنا لقلنا وهنا كنا واخدين الفيديو اللي فات اللي هو تمام? وقلنا ان الوقفة اللي هو واقفها دي زي ما شايفين او الصبع الصغير زي ما شايفين بيبقى ناحية الجسم. بيبقى للجسم والصبع الكبير بيبقى بره. تمام? اهو الصبع الكبير. الصبع الكبير بيبقى بره. والصبع الصغير بيبقى دي اللي هي الوقفة عمتن اللي هو الجثة دي وقفها. الوقفة دي اللي هيا للاناتوميالبوزيشن دورنا تكلمنا عنها. الأناتوميالبوزيشن لوجده هنا لعظمة الجناعة هنيجي هنا عند الساعد مثلا عندك القلنا القلنا اللي هي عظمة الزند الزند والآلنا والرديوس لقي والرديوس دول اللي هما العظمتين جن ببعض علي الهم عظمتين الساعد القلنا اللي هي الزند والرديوس travelling باخر Looking Iالكوب الأنا هيا اللي بتبقى هي اللي بتبقى ناحية الجسم تمام هي اللي بتبقى في الاناتومي وي ناحية الجسم. ناحية ضمن initiative. نحني اتكلمني الشرح. ناحية ضمن ما تكلمنا فى الفيديو اللى فات. يبقى الاحترال هي الترالة الي هيا بتبقى من بره تمام. يبقى عشال نعرف نفرق ونخبط ش بعدين كل شرحنا ببقى عن طريق الاناتومي. الأطلبي الجسد يبقى القلنة بتبقى لداخل والیدي اس بتبقى لبرة تمام. وبعد كده العظم بتاع الايد ودول بيبقوا عبارة عن خمس آآ خمس عظمات اللي هما الميتا كربل الميتا كربل وعندك بتوع العظم بتاع دول عبارة عن خمسة هنتكلم عنهم برضو خمسة عندين هنا خمسة وعندين هنا الخمسة بتوين ما انت ترسل تمام? افهم برضو عشان في حاجة برضو خبطت في تقريبا ان هي السبعة اللي هما السبعة دول اللي هما بتقوموا تمام? أنا هزود الخمسة اللي هما الخمسة دول اللي هما عظم كل ده هنشق برضو بعضين بس انا مش مش عايز المعلومات كلها تدخل في بعضيها. انا بتكلم بس نظرة عامة. نكتفي من ان انا نقول العظم يعني عظام اليد في الفيديو ده. عشان مندخلش في تفاصيل اكتر تمام? فعند هنا هما السبع عظمات اللي هما كنا اخدوهم في وعندنا الخمسة اللي اللي هما راحة اليد. خلينا نقولها بابسط تعبير. العظم بتاع راحة اليد اللي هما خمسة. بيمتدوا بعد كده للسلميات اللي هي صوابع الايد. تمام? واللي هما برضو خمسة. عندنا سبعة وخمسة وخمسة. دول كلهم برضو هنشرح لهم بإذن الله في الفيديوهات الجاية. تمام? فدي كانت نظرة سريعة عن بتاعة هي دي بس بتاعة كده اتكلمنا عن بعض المصطلحات البسيطة اللي هنستخدمها بعدين وانبقى افتاجينا جدا. اتكلمنا عن. هنبدأ بقى الفيديو الجاية.